رقعة وحدة للعالم رقعة وحدة فإلى أهل الحق توقفوا عن المذاكرات في حقهم يستغلوا أهل الباطل ذلك لينشروا مذاكراتهم في ذلك يكتلقين عباد الله محرشين عليهم كل من الكلاب في الإعلام بالنسبة لكلاب الإعلام والمسلسلات والأفلام والدراما وبعض البرامج يكتلقين عليهم واحد من المسلسل ديال الشيخة يكن عمس احنا المغربة من المرأة فضلنا عن الرجل المرامة اللي كتسمع كلمة الشيخة الحمات يشوق اللي كتسمع الحمات يشوق هما بغين عباد الله أن تطبع مع هذا المنكر مشاطر يطلقون هاشتاق الشيخ ياسين العمري يمثلني لدعم تصريحاته التي وصف فيها مسلسل المكتوب بالساقط إذن ما هي حقيقة الأمر؟ مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الشراكة في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ أطلق نشاطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق الشيخ ياسين العمري يمثلني للتعبير عن تأييدهم ودعمهم لتصريحاته التي هاجم من خلالها مسلسل المكتوب الذي يبث على القناة التانية وصفا إياه بالمسلسل الساقط الذي يحاول أن يقدم الشيخة على أنها الواقع الذي يعيشه المغاربة واعتبر العمري في فيديو راجى بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشيخة مجرد راقصة من بودة في المجتمع ستبقى كذلك مهما حاول البعض الرفع من شأنها واختار النشطاء التضامن مع الداعية العمري ومساندته ضد الهجوم الذي يتعرض له على خلفية انتقاده للمسلسل الذي أثار دجاء عارمة منذ عرض أول حلقة منه أكبر أيضا النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المحتوى والرسالة الذي يحاول المسلسل تمريرها للأجيال الناشئة عبر تجسيد شخصية الشيخة ومحاولة جعلها رمزا في المجتمع علق أحد النشطاء حول الموضوع قائلا قنوات الصرف الصحي يريدون أن يجعلوا من الشيخة قدوة لنا ولبناتنا وبأن لها كلمة وشأن عظيم في المجتمع الشيخة أو الراقصة تبقى حال شاذة في المجتمع ولم ولن تكون قدوة لنا حتى لو درست وبلغت ما بلغت هي تبقى دائما تعمل بمفاتنها لا بعقلها أو عرق جبينها أما الأخطر في هذا المسلسل من وجهة نظري المتواطعة وترويجه للعلاقات المحرمة العلاقات غير الشرعية يروجوا لقلة الحياء في الحديث بين الإبناء ووالدها وللكثير من السموم الدخيلة على مجتمعنا المغربي من نسخوا هذا العمل حرفيا من مسلسل تركي عملوا على مغربة الشخصيات فيه لكنهم تركوه بسمومه وأفكاره العلمانية وانفتاحه المبالغ فيه هذا هو الخطر الحقيقي الذي يجب التحذير منه قد يقول البعض هذا هو الواقع والمسلسل فقط يجسده نعم قد يكون الأمر كذلك لكن الواقع تمقله عبر السينيما أن يريد أن يراه يذهب إليه لا أن تفرده على جميع البيوت وفي شهر رمضان وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله